اشتركوا في القناة والسوداني وحكومته ومحرجة للزعامات السياسية في هذا النظام بل محرجة للنظام السياسي كله شنو اللي اجبر حنون على هذا المؤتمر رئيس هيئة النزاهة هو اللي جاوب وبلش من التسريبات اللي طلعت اليوم ضده واللي هي بصمة صوتية تشير الى اتهام بابتزاز موظفين بدائرة التسجيل العقاري بميسان القاضي بلش مؤتمر الغاضب من هاي التسريبات وقال عليها ببائسة وطلعت من شخص رذيل وقبل ما نعرف صحة هاي التسريبات افتهمنا من مؤتمر حنون انه القضاء محقق بيها واللي صار بالدقائق اللاحقة من المؤتمر هو اعادة فرش لتغول نور زهير على املاك واموال الدولة ويطلاق الظنون باتجاه قاضي التحقيق بالقضية وتوجيه ضربات مميتة للبرلمان ويبدو من الواضح جدا وبهاي الحالة جاي نشوف المؤسسات العليا للدولة متداخلة متصارعة وسط الضباب الكثيف اللي اطلقها حنون ومن يصير ضباب اضيع هواي اشياء واشخاص وحتى تلفونات مثل ايفون محمد جوحي اللي افتهمناه من مؤتمر قاضي النزاهة انه القضاء متأخر او متماهي مع سرقة القرن واستمرار نور زهير باعماله غير الشرعية داخل الدولة بينما احنا نعرف انه الطريق بقضية نور زهير طويل جدا ويمر بمحطات كثيرة مزدحمة بمؤسسات الدولة ورعاة هاي المؤسسات وملاك هاي المؤسسات من كبار قادة النظام زين اذا القضام اتهاون شنو تفسير تصريح السوداني عن اطلاق صراح نور زهير واحنا نعرف انه السوداني طلع بتصريحات وهو مقتنع بانه نور زهير حر الى حين ان يعيد اموال الامانات الضريبية اليوم ما شفنا مؤتمر مهني لرئيس هيئة نزاهة بلد مثل العراق شنو معنى طلبك من البرلمان يكون حكم بينك وبين قاضي تابع لسلطة القضاء الاعلى بالوقت اللي كنا نعرف ما يحق للبرلمان استضافة قضاة وشنو معنى اتهامك لنفسك والقضاء والوزراء وقضاة المحكمة الاتحادية باستلام قطع عراضي من اجل كسب الولاءات اخو هاي وحدها تلبسك دعوة على المادة 226 بتهمة اهانة السلطات الواضح انه حنون ما طلع وارتجل المؤتمر من بنات افكاره بل استحصل ضوء اخضر من جهة ما يجوز اعلى منه وذلك لاثارة هاي العاصفة الترابية اللي ضيعت النظام وضللتها الطريق الاختلاف على نتائج الانتخابات الاخيرة انطانب ليلة الخضراء نموذج عن الاقتتال والاحتراب اللي ممكن يصير من تختلف القوى العظمى داخل النظام السياسي ومن هذا نعرف انه القضاء يعي تماما كمية الخسائر ويمكن حتى الدماء اللي ممكن نشوفها اذا استمر الى ما لا نهاية او الى النهاية في كشف تفاصيل سرقة القرن ومثل ما قال القاضي حيدر حنون اليوم نور زهير كان العربة اللي تحملت بيها كل اموال السرقة لكن هاي العربة يقودها ويصعد بيها ويدفع بيها زعماء وقادة وراهم ما وراهم من الجماهير ووسائل الاعلام والاسلحة بالنهاية ستنجل الغبرة اللي انطلقت من اربيل اليوم وتأكدوا لا النظام السياسي مستعد ان يتخلى عن القضاء ولا الاطار قادر الان على استبدال السوداني اما قاضي هيئة النزاهة فقد انخدع بقفزة السقوط الحر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة